البداية تلقى أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه سيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين المحتلة أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر رئيسا وشعبا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية لا سيما القرار الأممي الأخير بدوره أكد رئيس الجمهورية ثبات مواقف الجزائر ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إحقاق الحق وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية واتفقت الرئيسان على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية إلى الجزائر بعد عيد الفطر بحول الله